ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 25 مليون طفل يفتقدون المدارس ومحرومون من التعليم في المناطق التي تشهد حروبا وصراعات بـ 22 دولة حول العالم وقالت مسؤولة التعليم في اليونسيف ليس هناك وقت يمثل فيه التعليم أهمية قصوى أكثر من أوقات الحروب وعضافة أن جنوب السودان تضم أعلى نسبة من الأطفال الذين يفتقدون المدارس في المرحلة الابتدائية بإجمال ما يقارب 72% من عدد الأطفال هناك لا يسعهم تحصيل التعليم تليها تشهد بنحو 50% من عدد الأطفال هناك ثم أفغانستان 46%